لحكاً فيه قرار مهم جداً متعلق بيه تأجيل الأولمبيات خلال العام القادم أو بحد أقصى صيف عام 2021 التأجيل في الصياغة هو علاقة بتأجيل الأولمبيات 2020 للعام القادم وبالتالي فكرة الأمور اللي احنا طرحناها في الحلقات السابقة من الأهل الليلة والحمد لله كان لنا السبب ان احنا نطرح هذه القضية بتادي تتناقش خلال الساعات القليلة الماضية ماذا لو بعد تأجيل الأولمبيات فكرة لعبي قرة القدم تحديداً اللي هم موليد 97 هل هيلعبوا لسنة القادمة في الأولمبيات ولا لا الكابتن شاوه غريب كان ليه تصراحات مهمة وحسم هذا الأمر بشكل طيب جداً وقال أن الأولمبيات في صيغة القرار اللي هم تبلغوا بيها أن الأولمبيات اتأجلت للعام القادم بس بنفس المسمى أولمبيات 2020 فبالتالي كل الأجيال اللي سهمت في تأهل المنتخب الوطني موليد 97 أو أقل طبعاً من هذا المرحلة السنية أكيد موجودين في البطولة القادمة ما فيش أي استثناءات وما فيش أي تعديل عيتم مع اللوايح لأن البطولة بالمسمى بتاعها مؤجل لألعام القادم بسبب الزرف الصحي اللي بيمر بيه العالم كله خلال الفترة الحالية وبالتالي خلاص ما فيش أي أزمة الفترة اللي جاية هنشوف بقى التوقيتات اللي هتم طبعاً مع الأجندة الدولية اللي هتم للبطولات كلها اللي تم إرجائها خلال الفترة القادم كانت نشوف تصرحاته قال البند في اللايحة واضح وصريح ولا يوجد أي مدخل له يحق لأي لاعب موليد 97 أو المشاركة مسألة تحت 23 عام ده مجرد مسمى لكن طالما موليد 97 فلا يوجد أي مشكلة 19 لاعب من هذا السن وسلاسي فوق هذا السن طبعاً منتخبنا قنطوك بكاسر أمم تحت 23 سنة وتأهل لي الدورة الأولمبية إن شاء الله قبل الصيف العام القادم مع منتخبات الكودفور وجنوب إفريقيا طبعاً تعليق النشاط في الدور المصري تم خلال الساعات القليلة الماضية ومستمر إن شاء الله جاية حتى منتصف إبريل وما فيش أي كلام على فكرة الغاء أو أي أمور أخرى الناس كلها بتتناقش وبتشوف سيناريوهات لفكرة عرضة النشاط إن شاء الله بس في النهاية بعد ما يتم الاتمئنانة على صحة الناس يا ربي خلال الفترة اللي جاية ويتم الحد من انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم خلال الفترة اللي جاية إن باركة لنا إطلالة كده بتصرحات للجهاز الفني